ترفق معاً جداً يا وسامة ومن دعم لدعم فمين يستحق الدعم زي ياسر إبراهيم النهاردة؟ نجم اللقاء ياسر إبراهيم أحياناً بنختلف في مين نجم المباراة بالناس بتبقى متفاوتة مفيش النهاردة حد عمل استفتاء إلا هو ياسر إبراهيم اكتساح ياسر إبراهيم بيدي نسخة مهمة جداً إن كمان ما فقاش مصادفة مباراة الهلال في أمه دورمان كان ياسر إبراهيم من أهم نجومها مباراة الوداد في النسخة الماضية بنتكلم عن مباراة حاسمة كان ياسر إبراهيم من أهم نجومها فاز بكل التحامات الهوائية في المباراة دي تمانية من تمانية مباراة الوداد والنهاردة ياسر إبراهيم أنت أهم أسباب صفر محاولاته قبل ما توصل للمباراة النهاردة قعدت مباراة مهمة جداً مباراة لياسر إبراهيم وهو بعيد عن الأجواء كأس العالم الأندية ويجي أمام باير مونخ ويلاقي نفسه بين قدام وينزل ياسر إبراهيم في قمة تركيزه تماماً ياسر إبراهيم اللي كان أساسي لحد المباراة النهائية في دور أبطال أفريقيا فييجي بدر بنون يحل محله أساسي تجد مفيش أي غضب على ياسر إبراهيم بيركس بس يا فارس عشان يشتغل وعشان كده ربنا بيكرمه ولما بتيجي الفرصة تجيله بيكون نجم المباراة ليه بقى بقولك ملحوظة حلوة لأن حتى مش هو رجله في الملعب ومش أول مرة كبديل ويدخل وما تحسش بفرق ده جماعة لعيب مميز جداً فيه خصوصاً في خط الدفاع أنت عشان تجيب انسجامك مع المدافع اللي جنبك ده بياخد وقت ياسر إبراهيم حافظ المكان ياسر إبراهيم شفنا لعيبة قبل كده بتختفي في مباراة في وجوده ياسر إبراهيم لعب عنده شخصية عنده رجولة عنده روح النادي الأهلي أنا بقول عليه راجل إبراهيم لأن ياسر إبراهيم فعلاً لعب عنده سمات وصفات النادي الأهلي وفعلاً لعب نتمنى أنه كمان مش سهل جداً أنك تكون بتخرج من التشكيل وبتدخل التشكيل وبالالتزام ده صعب قوي تسمع أن ياسر إبراهيم كان زعلان نازل التدريب مش بيعمل المجهود بتاعه لا ياسر إبراهيم طول الوقت محافظ على مستوى ثابت وعشان كده يستحق فعلاً يكون رجل المباراة زي ما كمان في حاجة مهم نقولها فكرة أن أنت تبص الخطوة اللي أنت فيها مستر بيتسو موسماني عنده حاجة مهمة جداً يا أسامة لما كان بيتكلم وتقاله أن مستر باتشيكو اتكلم في تصريح أنه هو حنشوف المرة دي في النهائي مين حيكسب كان رد رد بسيط جداً قال أنا ما بفكرش في الكلام ده ما عنديش رد عليه أنا بفكر في المباراة الجاية عشان حظوظي وعشان أقدر أوصل للمباراة النهاية نهاردة مستر بيتسو بياخد خطوة مهمة في الوقت اللي مستر باتشيكو ما بيعيش موجود فيه وده اختلاف عقلية المدرب اللي من اختلاف عقلية النادي مش هيبعد كتير خلينا نرجع للمباراة عندنا تعقيب بس نعاني تعقيب على اتنين لعبة قبل ما ندخل في أزمة الجماهير بعض الجماهير لحضرة النهاردة تعقيب على آيمن أشرف وحظه ساق جداً مع حكم المباراة الحكم تقريباً شايل من آيمن أشرف من أيام مباراة النجم الساحلي طردوا بدون واجع حق في مجرات النجم الساحلي والنهاردة مصر أنه يدي له انذار وطالع هديك انذار يعني هديك انذار فأتمنى آيمن أشرف لا أتمنى يأخذ بالهم الحكم ده بعد كده النقطة الثانية اللي حابة أتكلم فيها يا محمد شريف محمد شريف النهاردة اتعرض لوقع صعبة جداً أنا من وجهة نظري بقول لمحمد شريف اوعى تلعب بالحماس وانت بتحس أي إحساس بالإصابة الاحترافية الشديدة لو انت عندك أي إحساس أن انت مستليم لازم تكون أمين جداً مع الجهاز الطبي وتقول أنا مش هقدر ما تشغلش بالك بفكرة أن أنا بقاتل على أن أتواجد أساسي في التشكيل وأن أنا جايب جول ودي فرصتي أن أنا أثبت وجودي أثبت وجودك وانت سليم أفضل بكتير الحمد لله النهاردة نطمن الناس اللي صابوا بعيدة عن الرجبة والموضوع في العضلة لكن دي كترسالة مهمة جداً مش بس لمحمد شريف اللي سجل هدف جميل النهاردة لكل اللعبين في النادي الهني